دعا رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري إلى عقد جلسة برلمانية الأسبوع المقبل لدراسة مسودة تشريع يتعلق بسرية المصارف واسترداد الأموال المنهوبة وأوضح بيان للوكالة الوطنية للإعلامة الدعوة وجهت إلى لجنتي المال والموازنة وإلى لجنة الإدارة والعدل أيضا يأتي ذلك بينما وجه النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم تهما باختلاس وهدر المال العام إلى ثلاثة وزراء اتصالات سابقين منتمين إلى تياري رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المستقيلة ويعد هذا الأمر استجابة لمطالب المحتجين الذين يتهمون النخبة الحاكمة بالمسؤولية عن تفشي الفساد وإدخال البلاد في أزمة اقتصادية حادة الوعود بمحاسبة المسؤولين عبر القضاء قطعت الشوط الأول تمثلت باستدعاء القاد المالي علي إبراهيم لوزراء اتصالات سابقين حضر منهم وزيران هما بطرس حرب المحسوب على قوى الرابع عشر من أذار وانقل الصحناوي المنتمي إلى تياري رئاسة الجمهورية خضعا للاستجواب ولم يتعرضا للملاحقة بعد ذلك لم يمثل أمام القضاء كل من محمد شقير وجمال الجرح المنتميين لتيار رئيس الحكومة الإجراء القضائي واجهه اتهام سياسي من قبل الجرح الذي اعتبر أنه وفريقه السياسية مستهدفا يضع الراصدون حركة القضاء في إطار الشعبوية بهدف امتصاص النقمة الشعبية كانوا الوزراء خلال السنة عاب يطلبوا سحب جزء من هذا المال لتمويل أنشطة هناك شبهة أول شيء ما قالوا الحق يقوموا بهذا الأمر وأيضا هناك شبهة أنه كان فيه استنسبية بموضوع التمويل بناء على معايير مناطعية أو طائفية أو حزبية وردت معلومات عن إحالة الملفات إلى المجلس الأعلى لمحكمة الوزراء والرؤساء وهو هيئة معينة من نواب السلطة ليس ما يمنع أن يستدعي القضاء الوزراء وأن يتهمهم وأن يحاكمهم وأن يجرمهم إذا كانوا فعلا مذنبي لكن هذا المجلس الأعلى هو بمثابة هيئة خاصة ذات طابع قضائي لا تحجب صلاحية القضاء الجزائي العادي صافرة الفوز في المعركة بين المحتجين والسلطة لن تطلق إلا بعد رؤية مسؤولين كبار وراء القطبان الأمر الذي لم يحصل حتى مع الصغار إدانة أول وزير تحت قوس المحكمة سيطلق السهام في اتجاه إسقاط الدومينو النظام بأكمله هكذا يرى المراقبون مشهد لم يظهر حتى الساعة في هذا المكان ولن يظهر بحسب هؤلاء إلا بعد فك القيود السياسية عن بعض الأجهزة القضائية حسين خريص العربي بيروت يترقب الشارع اللبناني مضمون رسالة التي يوجهها رئيس البلاد عشية عيد الاستقلال وفي أثناء ذلك تستمر التحركات في الشارع وإن كان بزخم أقل لا تقف مشكلاتهم الجسدية عائقا أمامهم بل إن القوانين هي التي أعاقت عيشهم عيشة كريمة فنزلوا كما فعل مختلف شرائح المجتمع للمطالبة بحقوقهم إلا طاببي لا تعليم لا كاروسي كاروسي كالخمس سنين للوزارة الشؤون لك أم ملا كرسي ما في أي مطالب منها طالبنا عم تتحقق ولسا نوطرين لسا نوطرين وبعد شور لا وظيفة لا شغل ولا ولا أي شيء بعين المعاقلة يقدر يكفي حياته عم نطالب أنه ألا شيء نتعلم نتوصف طبابي هؤلاء كلياتهم لا حق أو أبدا وأمام مبنى وزارة التربية لم يختلف الوضع كثيرا عشرات الطلاب نفذوا اعتصاما للمطالبة بمناهج تعليمية أكثر حدثة وللمرة الأولى وفي خطوة متقدمة تمكن شبان الحراك من دخول مقر المصرف المركزي لتلوات بيان عشية الاستقلال سياسيا لا موعد حدد للاستشارات البرلمانية بهدف تسمية شخص لتأليف الحكومة حتى الاتصالات السياسية غابت عن المشهد مراوحة سياسية يبدو أنها ستطول على الشارع يمل وتعود البلاد ومعها الطبق الحاكمة إلى سابق عهدها جيس الحشخوري العربي بيروت ينضم إلينا من بيروت مرسلنا علي رباح علي أهلا بك كيف بدى الحراك اليوم خاصة مع ترقب كلمة لرئيس الجمهورية ودعوة لجنتي الإدارة والعدل لجلسة برلمانية الأسبوع المقبل نعم ريمة يعني الجميع هنا يترقب كلمة رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون هذه الكلمة التي تبث بعد حوالي النصف ساعة من الآن كانت وسائل إعلامية مقربة من الرئاسة أعلنت يعني استبقت الكلمة وأعلنت أن الخطاب سوف يتطرق إلى الأوضاع العامة وأيضا الأوضاع الحكومية بعض وسائل الإعلام الأخرى استشرفت وقالت بأن العماد ميشيل عون سوف يدعو إلى استشارات نيابية بداية الأسبوع منذ اليوم طبعا لكن يعني أوساط سياسية شككك بهذا الأمر بما أن الأحزاب السياسية لم تصل بعد إلى اتفاق حول شكل الحكومة ورئيس الحكومة يعني إن كانت حكومة تكنقراط أو حكومة سياسية علما أن حزب الله يعني عبر إعلاميه في الساعات الأخيرة اعتبر أن حكومة التكنقراط هي حكومة أمريكية مرفوضة بخصوص يعني دعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى عقد اجتماع بين الليجان الليجان العدل والمالية عفوا استطلعنا رأي الشارع معظمهم قالوا بأن لا ثقة بأي تحقيق يجرى بخصوص الفساد وبخصوص استرجاع الأموال المنهوبة طالما أن المحاكم ليست مستقلة وهي مسيسة أما بخصوص الدعاوة بحق وزراء الاتصالات فعقد النائب عفوا وزير الاتصالات السابق النائب أيضا النائب جمال الجراح منذ قليل أو منذ حوالي الساعة عقد مؤتمرا صحفيا حول النقاش إلى صراع داخلي يعني قال إن المدعي العام المالي لا يحق له أن يدعي علينا بل هو فقط يعني يحول الدعوة إلى المدعي العام التمييزي ومنها إلى وزير العدل ومنها إلى مجلس النواب ليبط بهذا الأمر أما ميدانيا يعني نجحت مجموعة من المحتجين باقتحام المصرف المركزي ولو لبعض الوقت ثم طردوا منه بعد أن اعتدى الأمن عليهم بالقوة هناك فقط يعني ختاما ترقب ليوم غد بحيث ستكون هناك يعني ساحتين احتفالا بعيد الاستقلال ساحة رسمية في اليرزي وبطبيعة الحال ساحة شعبية حيث يحيي الحراك هنا في ساحة الشهداء ذكرى الاستقلال على طريقته شكرا جزيلا لك من بيروت علي ربح وللقاء مزيد من الضوء على هذا الملف ينضم إلينا أيضا من بيروت الكاتب الصحفي أسعد بشارة سيد أسعد يعني علقت جلسة البرلمان لمرتين اليوم يدعو بري لدراسة مشروع قانون سرية المصارف واسترداد الأموال المنهوبة ما دلالات التوقيت ها هي محاولة حقيقية من الطبقة السياسية لتلبيت مطالب الشارع الذي خرج بالدرجة الأولى ضد الفساد أم أنها محاولة لكسب الوقت ربما كسب سالخير لك والزميلتك للمشاهدين الكرام محاولة الالتفاف على الانتفاضة الشعبية وللقول بأن كل شيء عاد لطبيعته وأن هناك انتظاما في عمل هذه المؤسسات الدستورية التي تتشكل منها السلطة كرر المحاولة رئيس مجلس نواب مرتين وفشلت وباعتقادي أن المحاولة الثالثة ستلقى النصيب نفسه لأن المطلوب في هذه الانتفاضة بات واضحا 35 يوم من التظاهر وذكرتم حضركم أنه خفت التظاهر لم يخفض التظاهر التظاهر مستمر بوتيرة عالية ولكنه ينتقل من المحطة إلى محطة فأزن 35 يوم والمطالب هي هي أما محاولة الالتفاف والاحتواء والتجويف فباعتقادي لم تعد قادرة على أن توقف هذه الانتفاضة نعم سيد بشارة بعد قليل من المتوقع أن يدلي أو أن يلقي الرئيس اللبناني ميشيل عون بكلمة بمناسبة عيد الاستقلال ما المتوقع منه؟ هل ستكون مغايرة للكلمات والمقابلات التي أجراها خلال الفترة الماضية في ظل هذا الحراك القائم في الشارع؟ يعكس الارتباك الكبير في التعامل مع الانتفاضة رئيس الجمهورية بدأ خلال أول أسبوع أطلق خطابا فيه شيء من الأبوية تجاه الانتفاضة وثم انتقل فيما بعد إلى المقابلة الشهيرة التي قال فيها كلاما قاسيا وأسفززيا وتحديا للشارع فحصل ما حصل من تظاهرات وقطع طرق وتصاعدت أعمال الرفض اليوم استبق الكلمة الاستقلال بكلام قبل يومين يؤكد فيه على أنه يريد حكومة سياسية مطاعمة بالتكنوكرات هذا الأمر مرفوض من الانتفاضة والانتفاضة التي فرضت إقاعها في أكثر من محطة قادرة على تعطيل هذا التوجه ماذا يعني؟ ماذا يعني كلمة سياسية؟ بالمبدأ ربما تكون كلمة جميلة لكن محتوى هو تجديد الحكومة السابقة ببعض المصحيق تضاف إلى الحكومة الجاددة هذا أمر مرفوض المطلوب اليوم حكومة من اقتصاصيين مستقلين يشكلون طريق عمل ينقضون الوضع الاقتصادي ويضعون الخطوة أولى في الطريق إلى مرحلة انتقالية سياسية وإجراء انتخابات لأن الشرعية الشعبية فعلا أصبحت في الشارع لم تعود موجودة في المجلس النيابي ولا في المؤسسات الدستورية أسعد بشارع الكاتب الصحفي كنت معنا من بيروت شكرا جزيلا لك